اشتركوا في القناة كان يشتهي النساء وذكر لي هذا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن أظهر ابن سعيد الحرازي قال سمعت أبا كبشة الأنماري قال كان رسول الله جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اختسل فقلنا يا رسول الله قد كان جاي قال أجل مرت بفلانة فوقع في قلب شهوة النساء فأتيت بعد أزواجي في أصبتها فكذلك فأفعله فإنه من أمثال أعمالكم أتيان الحلال وأنا أسأل فضيلتكم مدى صحة هذا الحديث وإن كان صحيحا فما هو تفسيره وفقكم الله وأريد أيضا أن أسأل فضيلتكم هل هناك في الأحاديث بعض الإسرائيليات نرجو من الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه إلى آخر الكلام هنا في واحد بيسأل عن حديث إن الرسول كان جلس في أصحابه ومرت بفلانة يعني صحابية معروفة بالإسم هو راح سابهم ودخل وخرج وقد اختزل فسأله هو في حاجة حصرت قال لهم أيوة أصلي مرت بفلانة فوقع في قلب شهوة النساء فراح جامع واحدة من نساءه وانتوا كمان أعملوا كده فالسائل بيسأل ما ده صحة الحديث ده وخلينا نشوف الإجابة فإن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والتبراني وقال الهيسامي في المجمع الرجال أحمد سقاط وقد صححه الألباني والأرنوط ويشهد له ما في صحيح مسلم إن أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه وقد قال النوم في شرحه معنى الحديث إنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فيوقعها فيدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده هنا الحديث طبعا بيقول إنه هو صحيح وكمان موجود في صحيح مسلم وفي حيث التانية يعني كتير إن أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في قلبه فيروح لمين لمرأته فيوقعها فإن ذلك يرد ما في النفسه وإن شرح الحديث في النوم إن أي حد يشوف سته تتحرك شهوته يأتي زوجته أو إيه جاريته وهنا فيه السؤال طبعا مهم عندي هل دي الأخلاق اللي بيعلمها الإسلام للمسلمين هل فيه راجل ممكن بعد ما يجمع مراته يطلع يحكي أصلا لصحابه وكان بيعمل إيه أنا عايزك يا مسلم تتخيل الراجل قاعدة كده على القهوة أو صحابه بيسألوا ما لك وانت روحت اختسرت كده ورجعت ليه يقول لهم أصلا شفت فلانة ويسميها بالإسم واشتهاها وبعدين راح لمرأته الفلانية لعمل إيه هل أنت هتحترم الراجل ده ولا ده عيب أنت دي تكون تعاليم تسموها من عند ربنا لأنه لا ينطق عن الهوى وقال الله كدوس وحاشة أنه يرسل رسول يتكلم بمثل النجسات دي وشوفوا معي الحديث من مسلم بيقول إيه أن رسول الله رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تم عثمانيقة لها فقدى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أحلو فإن ذلك يرد ما في نفسه وفي رواية لم يذكر تدبر في سورة شيطان والراوي وخلاصة حكم المحدث قدامكم صحيح لما الرسول مرد بيه فلانا دخل على زينب وهي تم عثمانيقة لها فقدى حاجته يعني كانت بتنظف جلد ورحت الجلد طبعا موحشة جدا يعني كمان عرفنا كل التفاصيل وبعد ما الرسول حكى إنه جمع زينب وهي كانت بتعمل إيه راح شاتم المرأة وقال إنها تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أحلو فإن ذلك يرد ما في نفسه والمرأة مالها تقبل وتدبر في سورة شيطان ليه ده هو المخك اللي مش طاهر وأفكارك اللي مش نضيفها تجاه المرأة واللي مش متجوز طب يا رسول الإسلام يعمل إيه يا رسول الله ده عندي سؤال يعني لكل اللي هما فاكرين إنه رسول الإسلام إيه؟ من عند ربنا هل مسموح لنساء المسلمات تعمل كده؟ يعني تشوف رجالة وتروح تشتهيهم بعدين تروح مع جزها علشان يرد ما في نفسها شوفوا معي تحفة المحتاج في شرح المنهج بيقول إيه؟ من رأى امرأة فأعجبته إنه يأتي امرأته فيواقعها لأن إدمان ذلك التخيل يبقى له تعلقاً ما بتلك الصورة فهو بعث على التعلق بها لا إنه قاطع له وإنما القاطع له تناسي أو صفحة وخطورها ببيله أو بالتدريج حتى ينقطع تعلقه بها رأساً وقال ابن الحاج المالكي يحرم على من رأى امرأة أعجبته أتى امرأته جعل تلك الصورة بين عينيه وهذا نوعاً من الزنا كما قال علمائنا فيما أخذ كوزاً يشرب منه فتصور بين عينيه إنه خمر فشربه فإن ذلك الماء يصير حراماً عليها يعني اللي يمسك كوباية مية ويشرب منها وبيتصور إن اللي بيشربه ده خمرة وهي مية جوة مية يعني وبيشرب كده كأنه بيشرب خمرة يقولك إن ذلك الماء عليه حرام وعلى نفس القياس من رأى امرأة أعجبته وأتى امرأته جعل تلك الصورة بين عينيه هذا نوعاً من الزنا اللي جمع مراته وصورة تلك المرأة في خياله هذا نوع من أنواع الزنا وده كلامي لو لا ماء مش كلامي وهنا السؤال اللي بسيبه أخر الحلقة أيهما أفضل من قال من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنا بها في قلبه ولا اللي بيقولك اللي يشوف واحدة يشتهيها ويروحي جامع مراته وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم اشتركوا في القناة